في الحرف الواحد مع أحمد ملا طلال السلام عليكم الحزب الديموقراطي الكردستاني كشف اليوم عن شروط الأحزاب الكردية للدخول بالتحالفات مع الكتل السياسية ببغداد لتشكيل الحكومة المقبلة القيادة بالحزب ريبين سلام أكد بها الخصوص أن الشرط الأساس هو تطبيق المادة 140 بالدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها ريبين أضاف أن مرحلة جديدة من المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة مرح تردي والفطوة الأولى هي الاتفاق بين الأحزاب الكردية نفسها قبل الذهاب للبغداد لعقب التحالفات وتسمية رئيس المدراء القادم طبعا القيادة بالبارتي أشار إلى وجود ضغوط أمريكية وإيرانية لتشكيل الحكومة وأكد أنه البارتي قدر الرغبة الأمريكية بتولي حيدر العبادي ولاية ثانية وهم يقصد البارتي ما عدهم فيتو ضده لكن شريطة تنفيذ المطالب الخاصة بالكرد بها الخصوص يجب التذكير بالتخوف اللي عبر عنه تحالف الفتح قبل أيام نتحدث عن اللي سماها منزلقات وأطماع الأحزاب الكردية خلال المفاوضات والمباحثات اللي تشهدها البلاد لتشكيل الحكومة الجديدة وواضح أنه هاي التخوفات تعكس نوعا ما موقف تحالف الفتح من شروط الكرد للدخول بأي تحالف بشكل الكتلة الأكبر هاي التصريحات تثارت انتباهنا اليوم أما ملفنا لهذه الليلة فهو مضيق تشكيل الحكومة الدستور من ورائكم والاتفاق من أمانكم أمهاتنا قبل يقولن كلها تريد والدرب بعيد يقولن هالشكل من تتراكم عليها المتطلبات ويحتارن بتنفيذها نفس الشي فيما يخص تشكيل الحكومة كلها تريد والدرب بعيد وكلها يعني القوى السياسية والمكونات والدستور كلها ضغطتنا والطالب بحقها وبنفس الوقت نعرف أنه أكو تضارب بالإرادات وحصرة بالتوقيتات الداعي لها المقدمة هو اللغط المتصاعد حول استحقاك تشكيل الحكومة اللي بدأ يوصل للمحطة الأولى بعد إعلان نتائج الانتخابات ايه نعم بدينا نعرف رأسنا من رجلينا بالتوقيتات الدستورية بس بالتوافقات والترشيحات سالفت نتائها شنو الصاير؟ الصاير أنه احنا بمرحلة انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج وبمجرد المصادقة راح نحضر جنة على سكة التوقيتات الدستورية اللي تذبح ذبح وما بيها نقاش وأول محطاتها هي انعقادة جلسة الأولى اللي لازم تنعقد بعد المصادقة على النتائج بخمسطعش يوم كحد أقصى وبرئاسة أكبر الأعضاء سنن اللي هو بهاي الدورة الفائز محمد زيني عن التحالف المدني الديموقراطي هاي الجلسة لازم يتم بها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وراها رئيس البرلمان يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام تتقدم بها الأسماء اللي تنطبق عليها المعايير وهنا بجلس النواب عنده مجال 30 يوم حسب الدستور يقلب أسماء المرشحين ويختار واحد منهم رئيس الجمهورية إذا الجماعة الله طابهم برحمان وبالتفقين فممكن انتخاب رئيس الجمهورية خلال أسبوع أما إذا ما متفقين فممكن يأكلوني لـ 30 يوم كلها ما نريد اندوغكم بحسابات تقريبية حالما أول جلسة ممكن تنعقد يوم 15 تسعة وبحال مشت الأمور بدون عرويجات وانتخبنا رئيس برلمان ووراها اتفقنا على رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية ورئيس الجمهورية كلف ورشح الكتلة الأكبر فراح نلقى نفسنا أمام موعد تقريبي لجلسة منح الثقة للحكومة بداية شهر دعش بس بيننا وبينكم هاي كلها أحلام أما الواقع فكوابيس أولها مثلا أنه السنة الهسة ما متفقين على شخصية ترأس البرلمان عدنا بهالخصوص محمد الحلبوسي ومحمد تميم وطلال الزوبعي وأسامة النجيفي اللي أبدى رغبة بالعودة الكرسية القديم بالنسبة للحلبوسي صعبة حسب ثقافتنا الاجتماعية وثقافة الطبقة السياسية الحالية يترأس أعلى سلطة الشرعية بالبلد شاب ثلاثيني تخيلوا رئيس جمهورية بالسبعين ورئيس وزارة فوق الخمسة وستين وياهم شاب ثلاثيني وليش ما نتخيل يا با؟ لأن نتخيل لهم ثلاثة ثلاثينيين قابل ماكرون أحسن من عدنا زين حمد تميم شنو؟ حمد تميم خبرته جيدة نائب ثلاث دورات ووزير سابق بس يحتاج ظهر نيابي وسياسي واتفاق مكون وتبدو حضوضه أكثر من طلال الزوبعي أما النجيفي فيراد لتوافق شيعي كردي يقولوا إن صعب يتحقق لكن إذا فرضنا أن السنة اتفقوا على مرشحهم لرئاسة البرلمان ما لازم يأخذون قبول الشريك الشيعي واللي هو أيضا يحتاج قبول سني على مرشح لرئاسة الوزراء والاثنين يحتاجون يراجعون الكورد لهي قوترة كل هذا لازم يمشي بظل توقيتات ما تقبل أي تأخير على حد السبجين شغلة بايقة نهوة لذلك مثلنا السابق كلها تريد والدرب بعيد كل شراهم يعني التوقيتات الدستورية لعزمتنا من خوانيقنا والتوافقات رابطتنا بحبل والصراعات الداخلية لمكونات معطلتنا والعامل الخارجي حاطنا بسجن وكلها تريد والدرب بعيد أيباه أمهاتنا جد يفتهمن بس والله لو نخليهن هنا يختارنا الرئاسات كان فضلها من وقت أرحب بكم وانات بشل الملف مع الدكتور أحمد المساري عضو مجلس النواب العراق السابق وكذلك مع السيد أمير الكناني عضو الهيئة السياسية للتيار صدري حياكم الله ضيوف الكرام حيا الله دكتور أحمد حياك الله حياة السياسية مبس عضو عضوية مجلس النواب أكيد أكيد يعني معلوماتي أن تشتغل على وزارة يعني ما هزتك أنه مافزت بالانتخابات حس الجماعة خليت تفقون على رئيس مجلس النواب يلا يطلق وزارة دكتور أحمد بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولي ضيفك عزيز ولمشاهدين الكرام حقيقة قبل أن نبدأ حوارنا في هذا الموضوع أثبت شيء للتاريخ بأنه هذه الانتخابات واللغط اللي صار عليها في موضوع التزوير والذي حصل أنا لازلت أؤكد على أنه هذه الانتخابات شابها الكثير من التزوير على الرغم اللي مشت الأمور بهذه الطريقة لكن للتاريخ لازلت أشكك بنتائج هذه الانتخابات وما تمخض عنها خاف تشوف بالحرف الواحدة هواية في شكك على كلنا ليش أثبت ذلك للتاريخ وهذا موقف لأنه هذا موضوع مؤاني اللي قايله لجنة وزارية من أعلى مستويات أجهزة الدولة تكلمت عن هذا الموضوع لجنة تقصي حقاق برلمانية عضو في مجلس المفوضين السابق يعني مشاهد من البيت من داخل البيت ممثل الأمين العام المتحدة في مجلس الأمن تكلم عن تزوير حصل في هذه الانتخابات ولكن أنه تعتقد أنت ضحية هذا التزوير نعم ضحية هذا نعم وأن تظهر النتائج مطابقة 100% بهذه الطريقة فأكيد يعني أكو شيء نعم 100% هذا اللي صار تقريبا ما أعلنته المفوضية هذا النتائج المطابقة 100% مع تغييرات في المقاعد داخل الكتل بس ما بين الكتل المطابقة 100% عادة يمكن واحد في بغداد انتقل من تحالف بغداد إلى تحالف الفتح وهذه معناه بأنه ماكو تغييرات ما صار تغيير على كل نار بس أثبت هذه الحقيقة خلينا ندخل الموضوعنا أيضا والحديث عن الانتخابات وتزويرها يمكن راح يبقى لي سنوات نعم تكتب عليها مقالات وجوز مجلدات الآن يمكن الخطوة الأولى بالتوقيدات الدستورية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية المتوقعة خلال السبوع عشر ايام وراء العيد تنتهي مرحلة الطعون المفوضية ترفع الأسماء الاتحادية التحادية الصادق يصير عندنا توقيت دستوري اللي هو الجلسة الأولى اللي لازم ينتخب بيها رئيس مجلس النواب اللي هو عرفا مكون يعني نعم تحدثنا بي بالتقرير شي قد قريب من الواقع هل هي الأسماء الأربعة فعلا الآن مطروحة وتداولة يعني أسأحنا في تحالف القرار مرشحنا لأستاذ سامن نجيف متفقين في داخل القرار في ذلك يعني معلومات سيطرة للزوبع جاء يفتر ويدور تواقع ويجمع تواقع يعني حتى أنا أعرف أنه حتى الأستاذ طلال وهو شخصية محترمة أحد قيادات تحالف القرار بس هو أيضا المرشح الأول أسامة نجيف هو يقر بذلك مزيد والكتل السياسية الأخرى أيضا الأستاذ أسامة يلقى الاحترام والتقدير من كتل سياسية أخرى فلذلك نعم هذه الأسماء التي ذكرتها كلهم أخواني وزملائي وهم محط احترام وتقدير لكن يعني ليش أنا قلت أنه نحن في تحالف القرار متفقين على أنه مرشحنا هو الأستاذ أسامة النجيش كم مقعد عدتكم؟ في تحالف القرار نصر إلى 15 مقعد 15 مجيب على مجلسه يعني حماس الشباب حماس السيد محمد الحلبوسي عبركم بوايا هذا الموضوع لا زال لا ما يخالف بس لا زال في موضوع المقاعد وعدد المقاعد ما محسوم لأي طرف من الأطراف هسا من يقول أنه فقط الـ 15 فهم فقط لأستاذ أسامة النجيفي ولا العدد الفلاني للشخص فلان أو فلان هذا الموضوع لحد الآن لم يحسن كل شخص كم لديه من المؤيدين من أعضاء مجلس النواب القضية تروح على المقاعد لو تروح حصة مكون لازم المكون بكل نواب وقيادين مؤثرين خارج مجلس النواب يقعدون ويتفقون بطريقة توافقية على أنه مرشحنا فلان وهذا اللي حصل بالدورة الماضية عندما صار ترشيح للشخصيات وجلس المكون كله واختار شخص وقدم كمرشح للمكون لهذا المنصب لأنه كما حضرت قلت أنه العرف السياسي المعمول به معلوماتي تقول الآلية أنه يقدم من المكون الفلاني معلوماتي أنه الدورة الماضية صار بها ديكار سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بنفس الآلية الآن المعتمدة من قبل الداعمين لسيد محمد الحلبوسي وقد تنجح مرة ثانية وإذا نجحت جيد لا أظهر في ذلك على كل أن عندما تكون الآلية توافقية وبرضة جميع قيادات المكون وعضاء المكون فلا بأس في ذلك جيد سيد أمير نحن بدأنا بمنصب مجلس النواب لأن الجلسة الأولى تحكمنا أنه لازم ننتخب رئيس من الجلس النواب يمكن الآن لا أقول بعض السياسيين دعونا نقول أكو غالبية من الجمهور بعد هذه الفهم الحقيقي وبالدقة شنو طبيعة التوقيتات الدستورية ياريت بحكم كونك واختصب هذا الموضوع وتعرف الدستور بس توضحنا بعد المصادقة ما سيحدث وقبل المصادقة ما سيحدث وين حد ما نصل إلى حكومتنا حكومة 2018 على الثقة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك وشكرا للمشاهدين ونرحب بخين الدكتور أحمد أخوة زميل عزيز بالنسبة للتوقيتات الدستورية عدنا المواعيد الدستورية ابتداء صار بها خلل على اعتبار أنه المفروض قبل 45 يوم تجري الانتخابات جرت مفروض خلال 45 يوم تجري كل هذه الإجراءات المصادقة والجلسة وما شابه حتى لا يكون لدينا فراغ في السلطة التشريعية وغيار عند السلطات هذا اللي جرى بعد ما تم عادة الفرز والعد الآن نرجع إذا ماصود أعلنت النتائج يوم الخميس ومدة الطعن اليوم بدأت ثلاثة أيام عشرة أيام بعد ما تنتهي لثلاثة أيام ملزمة لها القضايا تنظر بالطول خلال عشرة أيام هذه العشرة الأيام رح تكون حساسة إذا كانت قرارات متعلقة بإعادة عدو فرز بعض المحافظات رح تتغير تتأخر النتائج إذا ما صدقت النتائج أو ردت كل الطعوم بالمعنى الأداء هنا ستعود المفوضية وترسل شفات إلى المحكمة للمصادقة المحكمة الاتحاذية العليا محكمة الاتحاذية العليا يعني بدامة 13 يوم 13 يوم إذا ما صار أي شيء أي قرار إذا ما صار أي قرار يعارب النتائج عطلة العيد القادم هي من ضمنها 13 يوم رح تنحسب لن تنحسب اليوم الذي يليها إذا دخل العيد وتعتبر انتهت العشرة أيام اليوم الذي يليه يعتبر اليوم الأخير نعم خلال العشرة أيام لكن المحكمة هي القضايا تقلت بعض الإجراءات بهذا الخصوص قالت أن العشرة أيام تسري عليها من تاريخ وصول الأوليات وإجابة المفوضية بمعنى الآن شخص قدم طعن ورفع الطعن مالته إذا ما نجاوب المحكمة العفو المفوضية ما تسري العشرة أيام على المحكمة لازم تجي الأوليات كاملة يلا تحتسي بالعشرة يا ما هي رأيي لهذه القضايا وهو رأي صعب وصعي حتى تستطيع أن تنظر بالطعن إذا انتهت ماكو أي مشكلة عدنا وكل الوقت مفوضية ردت أو تم إذا ردت لا تتأجل شؤون اللي صار عدنا في 2010 عادة عدو فرز في بغداد تأخرنا شهرين أو ثلاثة شهور يعني رح نبدأ أيضا ماراثون جديد أي عدو فرز لأي محطة لأي مركز انتقابي لأي محافظة ما تصادق النتاج نتظر النتيجة لازم تتوقع على سياسة ماشي الحالة اللي يحتويها جمتور أحمد أنه ممكن يصير عادة عدو فرز لو يمشي طعن من الطعون اللي رح تتقدم خلال هال يعني من خلال عملي بالقانون وبالسلك القريب من السلك القضايا يعني عدنا 28 قاضي تقريبا 16 قاضي بتسعة تقريبا 23 أو 24 يمكن مال 16 محافظة لا حتى قليل من شمال حفونا صار 19 قاضي وعدنا 9 بالضبط 26 قاضي تقريبا يعني قرارات كلها قضائية صحيحة مع عملهم منتدبين كمفوضين بالتالي هي قضائية من 3 قضايا تجي تلغي قرارات 26 قاضي يعني عدنا مراهن مثل ما يقولون إذا حنا الجنايات منصدر قرار 3 متميز القرار هي لازم أكثر عددا 5 أو 7 لكن هذه حالة استثنائية وكانوا جاء تقول إحنا رايحين للمصادقة للمصادقة لا لا أنا كلامي دقيق القضاء عرفا هي القضائية أو أي لجنة قضائية عندما تصدر قرار تنظرها عدد قضاءات أكثر عادة وخبرة أكثر يعني إحنا الموجودين نفس الصنف تقريبا هي القضايا الصنفهم ما يختلف عن الصنف اللي موجودة به هي القضايا الموجودة الآن هي قضائية بحكمة التمييز 3 قضايا 3 قضايا اللي أشرفوا على الانتخابات 26 قاضي بالضبط هذا اللي أنا يتحدث به أخذ مصادقة أنا أتوقع مصادقة أنا أرد كل الطعوم ما هو وقت تتوقع تأريخ المصادقة حتى هنا يعني هو راح يكون ما بعد العيد بالتأكيد ما بعد العيد المصادقة يعني الآن المفاوضية مستعدة للإجابات خلينا نقول 1-9-9-9 تتوقع جلسة البرلمان الأول لا إحنا عدنا المحكمة الاتحادية أيضا الآن قد يكون عدها وجهة نظر وما ملزم المحكمة الاتحادية ما ملزم بالمصادقة قد تستمع لا ما ملزم بالوقت عفونا ما ملزم بالوقت لا لا ما ملزم بالوقت براحة المحكمة الاتحادية قد يتم استبعاد بعض الأعضاء لأن أشارت في بعض حيثيات قراراتها أو بعض التعليقات التي صدرت من الناطق الرسمي للمحكمة أنها قد لا تصادق على جميع النتائج إذا ما كانت هناك أي شبهة بحق أي مرشح شوائز شوائل وحكم قبائل بمعنى دعوة بمعنى أي دعوة محركة بحق أي لا لدينا رئيس وزراء أحال ملف قبل أسبوع ملف بوزيرين فايزين واحد منهم فاز بعد عادة الفرز واحد منهم مرشح لرئاسة مجلس النواب تتوقع المحكمة الاتحادية الصادق على اسمهم لو لا لو لحين حسب القضية أنا أتوقع ما تصادق على نتائجتهم لحين حسم ملفهم وتصادق على الأعضاء أو المرشحين الفائزين الذين لا يوجد لديهم أي دعوة هذا التوجه أنا عندي معلومة عنها وهي صرحت على لسان ناطق المحكمة هذا معناها يا دكتور أحمد تسهل أنه راح تتأجل مصادقة البعض ويعلن مصادقة البعض الآخر هذا يقلل حظوظ البعض من عدكم ويرفع حظوظ آخرين بتقديرك ويرايح الأمور رايح الأمور للقرار لو رايح الأمور لتحالف القوى قبل أن نذهب لهذا الموضوع موضوع ذكر الأخ أبو عبدالله ماريد تجاوزه في موضوع امتمالية عادة العدو الفرس طبعا هناك شكاوة الآن مقدمة دعاوة مقامة على مجلس المفوضين في المحكمة الاتحادية مجلس المفوضين القضاة المتدبين نعم وفي المحكمة الاتحادية دعاوة لو طاعن بكترح دعاوة دعاوة لمخالفة القانون القانون التعديل الثالث للقانون الانتخابات يتكلم عن عدو فرس لكل المحطات مجلس المفوضين خالف القانون في ذلك فهذه دعاوة إضافة لأنه أكتعن آخر على قرار مجلس المفوضين باستبعاد الرصافة من عدو الفرس على الرغم بأن الرصافة مطعون بها كلها وأكتعون بأكثر من 3500 محطة أيضا استبعدت من العدو الفرز وبالرغم من أنه كل المؤشرات تقول أنه أكبر نسبة التزوير حصلت بالرصافة والدليل أنه عملية الحرق صارت بالرصافة لماذا أتذكر الرصافة؟ تتوقع تأتيك أصوات من الرصافة من الاقترابات؟ أسأل ما أقول طبعا تأتيك؟ طبعا لكن الرصافة عملية الحرق صارت بمخازن الرصافة وكل الجهات المعني بالموضوع قالوا بفعل فاعل تذكر خبز كلها صراحات قالوا بفعل فاعل وأكون لجان تحقيقية وأكون تحقيق بموضوع لم نسمع نتائج لهذه التحقيق بل وحتى تصريحات اللي كانت أنه الصناديق لم تتأثر دقة ورغبة القضاة المنتظرين بأن يكون نتيجتهم دقيقة شرحوا لأي صناديق الرصافة وعدوه وفرزوه إذن قالت لا عندي باركود لا عندي أجهزة التحقق لا عندي شونا وهذا شنو معناها؟ فقال آني من السئلة الرصافة وهذا شنو معناها؟ معناها أن نتائج الرصافة غير دقيقة ومشكوك بيها إذن لا يمكن الاعتماد عليها القانون أخي أحمد القانون تكلم كان بوضوح يقول يلغى العدو الفرزي الإلكتروني إذن العدو الفرزي ملغي إذن نتائج ملغية وفق القانون تعديل الثالث المادة الأولى منه هو المصادق على المحكمة الاتحادية إذن كيف تعتمد نتائج الرصافة التي هي أصلا ملغية وفق القانون هذا خرق كبير في العملية الانتخابية وفي قرار مجلس المفوضين لذلك قل لك ترطعون كثيرة أنا أعرف أن الأمور قد تتلملم وتمشي لكن قلتها ترى لي قدام قلتها ترى للتاريخ وخليك قوي بالتفاوض ويالقرار وشوفونا رئيس مللس نواب حتى العجلة تمشي ساد أحمد نحن ترى ما جاء نوقف شيء أو جاء نعرق الشيء لكن حتى أنت جاء تثبت حقائق وتساير تمشي لكن تثبت الحقائق وتضع الأمور في الإصابة لا موقفين لا موقفين أنا سيلكسول بكل إذا صادقت المحكمة الاتحادية خلاص رح نتعامل مع المصادقة صح لنصح سنتعامل مع المصادقة نريد تفليش العملية السياسية تهديم العملية السياسية نريد أن نحافظ على هذا الأمر كنا نريد أن تمشي الأمور في نصاب صحيحة لكن ممكن اللي تريده تقدر تسويه خاصة طبعا أنا حتى مجلس القضاء أقول الله يعينه لأنه عليه ضغوطات سياسية كبيرة جدا وبعض الأحيان يقدر يقف بوجه هذه الضغوطات وبعض الأحيان ما يقدر يقف إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مؤثرة على اختيار رئيس المجراء من المؤثرة على اختيار رئيس المجرس النواب من الدول الأقليمية أنا حتى أكون واضح وصريح نعم القرار عراقي لكن أبدا لا يخلو من التأثيرات الخارجية حتى نكون واضحين لازم لا نجامل ونتكلم صراحة ووضوح لماذا لا يوجد تأثيرات خارجية تقصد اتلاف القرار عراقي القرار وطني يقصد القرار وطني عراقي لكن لا يخلو من التأثيرات الخارجية حتى نكون صريحين ويا شعبنا ويا ناسنا الخلاف الأقليم انعكس لا لا أبدا يعني مثل ما الخلاف الأقليم الدولي بين أمريكا وراحين عكس على رئيس المجراء يجوز فلان من المرشحين عنده علاقات صداقة كذا مع الجيل فلانية لكن هذا لا يعني بأنه أن يكون لهم تأثير مباشر على القرار يجوز أحمد ملطلال يكون عنده علاقات صداقة وعلاقات تربطة مع الغرف الفلاني هذا لا يعني أن يكون القرار مرتبط شو بهذه الجهة تحسموها بنقاط انطيني نسبة للنقاط وعدد المقاعد انطيني نسبة لنفوذ الشخصيات وعلاقات حتى أكون صريحة هذه الأمور لحد الآن كلها مطروحة للنقاش لكن لم يبت بها أنا أقول لك أكو مشكلة لم يبت بها لحد الآن لأنه ظروف العملية الانتخابية ما كانت ظروف طبيعية ولا زلت أقول هي مظروف طبيعية ونتائجها مطبيعية فمشكلة عندنا أن الأمر تأخر إلى الآن العملية الانتخابية كلها تأخرت ونتائجها تأخرت وهذه الخربطة التي صارت في العملية الالتخابية أكيد أن عكست على عملية الاختيار داخل المكون وداخل هذه القوى السياسية على أساس المكون الآخر حاسم أمره فأنا أعتقد أن الأمر أيضا سيطول ما راح يعني ينجز بهكذا بسهولة لأنه خلاص شون إذا صادقة المحكمة الاتحادية خلاص ملزمين أنت الدستور أكيد يعني أكيد المدد الدستورية بس صدقني يعني في نهاية المدد الدستورية كلها يالله راح يحسن الأمور يحسن الحسن نهاية الفاخر يالله قبل الجلسة بالضبط شقد تأثير المكونات على بعض أستاذ أمير في هذا الموضوع يعني المكونات التحالف الوطني السابق له تأثير على من يكون رئيس مجلس نواب شنو رأيهم أنه سيد سامن الجافي يعود إلى المنصب شنو رأيهم أنه شاب مثل محمد الحلبوش يصير شخص أكتب مثل محمد تميمي يصير أو سيد طلال السوب أجهم رأيهم يعني راح أتحدث لك عن عقلية التحالف الوطني السابق قبل ما يتهيكل يميلون إلى رئيس مجلس نواب ضعيف ضعيف ونائب رئيس مجلس نواب من التحالف قوي هذه الفلسفة العامة قبل ما يقوى عندي؟ يقوى عندي رئيس الوزراء يعني إذا رئيس مجلس نواب قوي قد يشل عمل وحركة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء هو من التحالف الوطني للدورات السابقة يعني يكون النائب الأول نائب الأول هذه الشخصية قوية من التحالف الوطني خطوط العامة لذلك كنت من الطيطة نهاية الأسماء أنا أقول لك مجموعة أسامة حساباتنا نعتبرهم من الصقور من الضروري عدم دعمهم بالحقلية اللي كنت أتحدث بيها واضحة الفكرة فبالتالي أنا منكم أشرط شرط إذا أجيبون أسامة رجعوا المالكي فبالتالي مع حفظ الألقاء طبعا جل احترام من كل أرقابهم بس هاي الفلسفة اللي يشتغلون تشتغل بيها القوة السياسة لذلك أنا سيناروه 2014 مات وقع رحين عاد أستاذ أحمد لأن عندنا متغيرات دخلت على الملف وهي هي الشارع والمرجعية الآن العام الإقليمه موجود من 2005 موجود بالتأثيرات لكن الآن الشارع والمرجعية من دخلت على الخط بهذا الثقول القوة السياسية الآن قاعدة تعيد حساباتها وبالتالي أعتقد هذا رح يولي الضاغط لأن تكون الاختيارات على أقل تقدير بشكلها الصحيح نوعا ما هو لو 50% من الخيارات بمعنى بمعنى أنه مو أنا أذهب أنه أدعم لي رئيس مجلس نواب ضعيف وفق هذه الفلسفة قبال مصلحة الدولة ومصلحة البلد معيار القوة والضعف شنو عدكم حتى الدعمون فلان وتركون فلان شو معيار القوة والضعف على رئيس مجلس نواب المعايير كثيرة الضعف هو الضعف على رئيس مجلس نواب قبال قوة التحالف والعدد الرقم الذي يمتلكه يعني بمعنى أنا أقيلك أنا أقيلك في لحظات بأي لحظة أقيلك قوة ضعف الشخصية بالمقابل نحن من نتحدث عن رئيس وزراء قوي شخصيته قوية كفو عنده قدرة عنده خبرة عنده ممارسة هذه المعايير الموجودة لذلك أنا من نتحدث أنه المفروض ما يتصر مغامرة باختيار رئيس مجلس نواب لأن هذا يمثل الدولة يمثل الأمة الآن الموجودة على المستوى الدولي على المستوى المحلي سألوا يعني هو لو حق حصري للمكون وهذا كان سؤال الأساسي يعني تدعمون بالمفاوضات تدعمون شخص على حساب شخص لو حق حصري للمكون يختار مثل ما أنتم شوفون كشيحة شوفون حقهم الحصري أن تختار الرئيس المجراء وعرضت على الإخوان لأكثر من مرة أن هذه التراتب يجب أن نغيرها لماذا بالضرورة أن يكون رئيس مجلس نواب السني لماذا لا يتغير الموقع ورئيسة الجمهوري يتغير حتى سمعت سيد طرح أكثر من ذلك بصراحة لماذا رئيس الوزراء إلا شيء عربي هل يجوز أن يكون كرد الشيعي مثلا هذا يكيف عليها فهذا مطوح لماذا نأخذ رئيسة الوزراء لماذا بالبيان النقاط التي ذكرها سمعت سيد لا أشترط أن يكون الشيء عربي بمعنى أن الأخوان إذا يفكرون بجدية أن هذا الاستحقاق يعني يريدون يتفاوضون عنك صفحة كاملة كقوة سياسية بثلكم ما هو مصافين على رئيس الوزراء بيناتوا ما هو مصافين نحن مختلفين في الجزئيات لكننا نتحدث الآن عن كليات جيد الآن شكل الدولة الآن الكل يريد يسبقها بهذه التراتبية رئيس مجلس نواب سمني فبالتالي المواطن يقول لك من يجيبه هذا الموضوع شعبيا اجتماعيا عرفا يمنى يمشي لكن وغير دول لماذا لا يمشي لدينا نشوف الشباب هم ديس يسلقون يأخذون مناصب وهل فعلا هذا القيادي الذي يمكن سيد محمد الحلبوسي منتجي عليه تشمقعد قال هذا محترض على عمر سيد محمد الحلبوسي أنا لا أسمع هذا الكلام بس منه هذا القيادي المنتجي عليه سيد محمد الحلبوسي الذي صالح هو يوم الخميس جاءت بينه بشوي والله يعني ما أنت اترحت ترى هو مشكلة الأخ محمد الحلبوسي ومشكلة العمر فقط ولأنه يعني احنا في تحالف القرار قلت لك يعني احنا ما نبدي أحد على أستاذ وسامن لأنه مرشحنا جرب هذا الرجل فمن تجي تحط لاثنين بالميزان فأكيد رح أميدي هذا الشخص يعني بحكم العمر حكم التجربة حكم أن البلد اليوم يمر بظروف تختلف عن الظروف السابقة اليوم البلد بظروف صعبة المحيط الأقليمي أيضا محيط غير مستقير قد نمر بأزمة كبيرة جدا أنا أعتقد نحتاج إلى شخصية عندها خبرة سياسية عندها تجربة كبيرة بالعمر ممكن أن يوقفون بالأزمات الكبيرة اللي ممكن يمر بها البلد من هذا الباب ولا أنا أبدا لا أشكك بوطنية أو بشخصية أي واحد من أخواني زملائي أي بس الرجل عند مقاعد وقد يساونكم بالمقاعد شوف المرحلة الماضية رئيس مجلس النواب لم يكن منه عنده مقاعد وما عنده مقاعد كان مرشح المكون كله الـ 54 مقاعد والمفروض هذه الدورة أيضا نفس الشيء أنه رئيس مجلس النواب هو مرشح المكون خلاص يكون مرشح كل هذه الكتل السياسية ويمثل الكل بالمناسبة يمثل عراقيين جميعا بس لأنه من هذه الكتل السياسية أو من هذه المحافظات خلاص هي هذه الكتل ترشح شخص ترى فيها مصلحتهم ومصلحت بلدهم سيد أمير إذا رجعنا لموضوع التوقيتات الدستورية لقد ممكن هذه التوقيتات تضغط على القوى السياسية وتجبرهم على أن يختارون المرشحين رئاسات الثلاث وهل بالإمكان أن نمر على بكج واحد القوانين تسمحنا نمر على أن يكونون بسلة واحدة رئيس مجلس نواب رئيس وزراء رئيس جمهورية بسلة واحدة صارت عندنا مرة واحدة يمكن نعم 2010 2010 اتفاقية أربية 2010 أكو عائق قانوني ممكن ما يخلينا نمر بهاي السلة واحدة نعم بالتأكيد هي هذه المشكلة العائق القانوني نحن بدورتنا بالدورة الثانية خلقنا العائق القانوني أنه تصير صفقة بالسلة الواحدة وهو تشرعنا قانون اختيار رئيس الجمهورية يوم 13 2 2011 فمن شرعنا هذا القانون ايه اشكال هذا القانون قال تتقدم السيفيات لاختيار رئيس الجمهورية وثلاثة يام لغرض دراستها ايش والمن تقدم ما تقدم الرئيس السن تقدم إلى رئيس نواب المنتخب وايضا دخلنا المحكمة الاتحادية على الخط خاف أحد طاعن كذا طينا مدة طاعن بالمرشحين فأصبح الحق القانوني الآن القوة السياسية تريد تتجاوز هذا الحق القانوني لأن ما يكون ثقة بين عند القوة السياسية الآن القاعد يطراح يقولوا خلينا نسوي صفقة واحدة بكت شهر فيهن وحشرة نحيدة انه بيوم ما حدي تم اختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ويكلف يكلف منانا ما ترهم قالوا احنا انت شوينا بال2014 والحجة وزراء نشوف 14 فالآخرين خافون يلحظ على اليوم السيناريو اللي يلحظ بل بينه 14 واضح اللي بكرة يعني لانت اختيار رئيس مجلس نواب واختيار رئيس الجمهورية منبق رئيس مجلس الوزراء اتغيرت الصورة الآن هنا المخاوف انتشا والسنة والأكراد هنا المخاوف فأعتقد الآن المشهد محقق انتشا رئيس مجلس النواب القانون ويا ويا لازم دستوريا تنتخبوا به الجلسة وعندها ثلاثة أيام يفتح الباب للترشيح لرئيس الجمهورية ثلاثة يوم صار عندنا رئيس جمهورية صار عندنا رئيس جمهورية وليحد لا رئيس جمهورية حد 15 يوم يكلف ممكن يصير اتفاق مثل ما يسمي بعض الاخوان اتفاق جنتلمان بين القوى السياسية انا ادعمك تكون رئيس مجلس النواب وندعم معا الشخصية الكردية لرئاسة الجمهورية على امل ان تحتفظوا بالوعود وتدعمون الشخصية لرئاسة الوزراء يعني لازم نحتاج شخص ضامن لان ماكو جنتلمان مع احترامة الشخص ضامن له دولة ضامن المرجعية اذا تدخلت كضامنة اذا مدخلت ابو دعاء ما مؤثر بعد ليش ما مؤثر ما عنده ذاك التأثير ابو دعاء منه يتعرف الحاج قاسم سليماني ما يقدر بعد يضمن قوية هاي جنرال قاسم سليماني هي ما يقدر هي ابو دعاء هم را تسمع جماعي عشونة ودعاء ودعاء هالله تقول ما تهروا عزا بعمل هاي فهنا المشكلة بعمل ما موجود اتفاقية الجنتلمان ممكن تمشي يعني هيش اكو ثقبيا القوية السياسية انه نمشي الشخصية السياسية فلاني رئيس من جس النواب ثم الشخصية السياسية الاخرى رئيس جمهورية وحدا خلنا كون واضح خلنا كون واضح انا اتكلم اتكلم فشق على قولة ربعنا هو هاي التراتوبية وهذا هو وضع العراقي تحمل هاي الشغلات المحافظات منتفضة ومظاهرات ورفض للقوى السياسية وهاي هم مشكلة لازم تروعى هذا الامر هذا الهم لازم تروعى يعني اليوم هي شي مسنحين وماكو شي والبلد مستقر وآمن ومطمئن وكل راضية عشي فشيك ما احد حاس بهم هاي الناس طالعا بعدين اذا كل اللي راح يصير ما ينجح انت الان مطلع على مفوضات القوى السياسية اذا 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 ما احد حاس سال احمد اذا ما احد حاس الان ونفس الاليات هاي الوزارة المن هاي الوزارة المشتنطيني ودعمك ورئاسة الوزراء وهاي الوزارة هسا النتيجة وبعد راح نوصل مرحلة للأسماء وصير الوزارة ببيش وبيش اشغة تنطيني وطنيك الوزارة مو نفس الاليات والنتيجة نتيجة انا ما اتوقع الحكومة طويلة تلت تشرر بعد تشرر هذا اداء هل هذا اداء لنقبة سياسية حاسة بالشارع وحاسة البلد وين وصل وحاسة المنطقة جايسر بها اثار نقطة جدا مهمة اذا تجو مع مشروع سماحة السيد مقتدر الصدر خلي القوى السياسية وخليه بعدد شروط وضوابط على المرشح واختيار الشخصيات وليجان اذا احنا نريد نتحدث بالاختيارات الافضل خليه يكون عندنا البرنامج اخذه من برنامج سماحة سيد مقتدر الصدر ناخذ من برامج القوى السياسية لاخرى وخلينا نلاقعها ونخرج بحصيلة خليه تخدم المواطن اكل قدرة اكل انسانية تراتبية تراتبية هذه دستورية سواء مشروع سماحة السيد او غير مشروع سماحة السيد اذا احدتنا بي مشروع سماحة السيد مواقعي الاربعين شرط مواقعية اليوم لا مقربعين شرط على رئيس الوزراء عشر شروط بس الباقي سياسات عامة لكي سياسات عامة شخصيات المستقبل من تجي تشوف شروط سيد مقتدر وتشوف الواقع برنامج خدني استحالة تحقيق برنامج سياسة طراح سياسة الدولة بين الكتب السياسية صحيح استحالة لان الكتب السياسية تريد استحقاقاتها لذلك اقول بان الحل الامثل اللي طراح دكتور يد علاوي وهو حكومة الانقاب اليوم تنتي يترضي الناس الناس طالعة وما راضي على القوى السياسية من يشكلها اذهب الى الى حكومة ورض الناس وطبق كل النقاط طبق كل النقاط اللي ذكرها سمحت السيد مختدأ من خلال حكومة الانقاب لانه انت يعني خلاص ما حاجة التوافقات السياسية لان جيد وإلا هذه التوافقات السياسية راح تأدي بينا الى نفس المحاصصة راح يبقى الناس والشارع مراضي حكومة الانقاب يرادلها اساس شرع يرادلها انه المحكمة الاتحادية الصادقة على اسماء النواب الصير جلسة أولى مجلس نواب يصير عندنا يصوت على حكومة الانقاب يحل نفسه ويخل حكومة الانقاب تشتغل انتخابات مبكرة ما عندنا شي اسماء حكومة الانقاب ما عندنا شي بس يعني إذا كانت آلية منطقية قانونية لازم يلسوا نواب يقعدوا يسوينا حكومة انقاذ مجلس قيادة يعني هذا فتش صعب هذا فتش صعب ما أعرف يعني بس احنا دعنا نحشي واقع احنا جالي تتكلم انا ليش قلت قلت لك يعتبر نفسك ضحية لتزوير انتخابات يجوز تميل لهذا الحل الدكتور عياد يعتبر نفسه ضحية لانسلاق نفسك تزوير انسلاق بعض أسا يجوز تزوير مع ربس انسلاق بعض الأطراف من التلاف الوطنية وما يكل سنة يسبوه زين يتميلون إلى هذا الحل الدراماتيكي لكن الواقع شي يقول الواقع رائعين على تصديق نتائج على جلسة أول احتمال بالتاسع نصف التاسع رايحين على تشكيل حكومة ومفاوضات مفاوضاتكم وين وصلت في اختيار يشف جراء السعادية يعني هناك تفاهمات ماشي الأمور تفاهمات من أول لقاء بالحنانة صار بعد صارت الحنانة قبلة الذكاء قبلة ثلاثة شهر من أول لقاء بالحنانة نسمع موضوع التفاهمات مرتقينا فوق لو صلنا موضوع تحالف لو وقعنا ورقة طبعا هذه المتغيرات أستاذ أحمد المشكلة متغيرات كل من يعرف عجب أستاذ أمير عادت الفرز والعاد مجددين كلها مستجدات تأثرت كلما لفترة الزمنية تحدثوا قيادات وقعت مثل أخي محمد مثلا نزل من عضوية مجلس النواب كلها تأثر يعني أنت لازم تتفق اتفاق النهاي بحالة مستقرة نزل محمد صعد محمد لا لا مو هذا قصد الأطراف الأخرى أيضا ما مستقرة أنت تصل مرحلة الاتفاق والتوقيع عندما يكون وضعك السياسي مستقر الانتخابي واستحقاقك بعدين ما صار تغير بالحجوم مرحلة الأرقام وما حد من القوى السياسية كان يتوقع أنه تغير كبير بحجم النيابي حتى ما أتفق لا بالعكس البعض كان يطلب عادة العملية الانتخابية كانت تكون مخاوف عادة الانتخابات أنه الهيئة القضائية التي تكلفت إلى رأيت أنه نسبة تزوير عالية جدا وخروقات عالية قد البعض كان عند التوقع أنه يصار إلى إعادة الانتخابات مجددا وهذه المطالبات فهذا جزء من التأخير على الاتفاق النهاي مع القوى السياسية علما أنه مع الحكمة الأمر محسوم هذا اتفاق ستراتيجي نعم لا محسوم سيد أمير الكناني يقول اتفاق مع الحكمة محسوم أنا أعرف مع منه يتحدث عضو التفاوضي وكلمة محسوم تطلع من الرجل الفريق التفاوضي موجودين دكتور نصار محسوم نعم مع سائرون مع الحكمة سواء اثنينكم معارضة واثنينكم حكومة محسوم نعم اتفاق استراتيجي لدينا مطبق هذا من 2013 خلي أبدو وما زال مستمر وما زال مستمر 14 دخلنا الحكومة حكومة الفريق القوى المنسجن حتى من انسحبنا الحكومة الجهة الوحيدة اللي التزمت في مشروع سماحة سيد هم الأخوة في الحكمة سحبوا جزء من وزراءهم جيد فهذا جزء من من الأقرب أقولكم من الأقرب أقولكم جماعة كلهم قريبين ماكو أي خط أحمر على أي جهة سياسة ماكو هنا كلهم قريبين دكتور أحمد وين أروح أنا أقول أنه المكون هذا المكون السني ما راح أشوفي معارضة يعني بالنتيجة راح يضغط عليكم الوقت تضغط عليكم المصالح تضغط عليكم مصطحة المكون جزء من 67 أب تقريبا 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 67 أب كلكم راح تدخلون حكومة يعني كلكم تتفقون على رئيس ملجلس نواب مفهوم الأغلبية والمعارضة يمكن يمشي نوعا ما من التحالف الوطني بس ينكم ماكو وحتى نوعا ما من الكرد ماكو يعني كل الكرد في الحكومة كل السنة في الحكومة فريقين فقط من جزء الشهر وهذا ما كنا نعمل عليه من البداية هنا في ذيقات سابقة وإياك وذيقات أخرى كنا نأمل أن يكون كتلتين بالبرلمان قريبة من بعضها كتلة تشكل حكومة وخلص أخذت النزاد واحد وكتلة مقابلها معارضة تراقب عمل الحكومة وتصوب عمل الحكومة لا أكوهي شي لا لا يعني أنا أقول لك ليس كل 67 نائب اليوم في خانة واحدة والدليل أنه حتى على رئيس مجلس النواب لم نتفق لعدلان أنا أقول لك أكوهي كتلتين أكوهي كتلتين نحن بعدنا ما ناضج هذا الأمر لكن أكوهي كتلتين بالنتيجة تتفقون بالنتيجة أنه إحدى الكتلة تروح للحكومة والكتلة الثانية تروح للمعارضة وهذا هو الأفضل يعني لو تسأني أنا هو هذا الأفضل ماذا قد ترهين بالقرار أنتوا اللي ترحون للحكومة يعني رئيس مجلس النواب السلم يعتمد على تفاهماتنا مع الكتلة اللي راح تشكل الحكومة إحنا عدنا مطالب وعدنا نقاط على رئيس الحكومة أن يأخذها ترى إحنا عدنا مشاكل كبيرة ما متجاوزينها ولا زالت هي الهدف اللي نشتغل به عدنا عادة عمار مناطقنا عدنا نازحين عدنا معتقلين عدنا مختطفين عدنا مشاكل كبيرة هذه الملفات لا زالت تحت اليد وإلها أولوية ونشتغل عليها مع أي رئيس وزراء قادم فاليوم إحنا مصلحة المحافظات اللي جئنا من عدها هي البوصل اللي توجينا باتجاه الكتلة اللي ممكن أن نتفاهم إياها أو هذا اللي جاء يصير بالتفاوض أنا دعا أقول لك إي نعم هذا هذا من طرفنا هذا من طرفنا أنا أتكلم سيدا من طرفنا أتكلم صدقني نحن في القرار حاطين أمام نصبعين هذه الملفات ونبحث عن شريك ينفذ هذه الملفات ويحقق يعني حكومة شخصية سياسية من عدكم طامح لرئاسة مجلس النواب من يقعدوا أي مسؤول غربي ما يقول له يجي يقول له عندي أجيب لك أربعين نائب سني يدعمون لعبادي لولاية ثانية وانطيني رئاسة مجلس النواب لا يقول له ملفات المناطق المحررة ولا يقول للنازحين ولا يقول هستشد قاعدوا يهم هستشد قاعد ما قاعد المهم أنا لا أعتقد أنا لا أعتقد ذلك أبدا يعني الأبدا هاي في كل اجتماعاتنا في كل لقاءاتنا في كل هذه الملفات حاضرة أمامنا وريد رئيس وزراء قوي وريد يصلح وشجاع وشنو الشرق الثالث حازم وقوي وشجاع ترى صدقني هذا الحزم وشجاع ومعناها أنه كان ما موجودة بفلانا فلان لا إذا كان إذا أي شخص إذا وجد الدعم والإسناد من شركاء أو إياه ممكن أن يكون قوي وحازم وشجاع وينفذ اللي ريده أستاذ أمير المفاوضات من الكتلة السياسية تجري بها بها الروحية على برنامج حكومي وش راح نسوي على أربع سنوات القاضبة بكل صدق كيف تجري المفاوضات لهو أنا ليش قلت لك التقل المهزوزة بين القوة السياسية بمعنا انتفقنا في 2014 قبل أن نتفقين في 2010 وعدنا برنامج حكومي شقد تطبق من البرنامج الحكومي في 2014 أنا كني ضمن الفريق اللي كانوا يعدون بعض الأوراق يعني أتذكر الأخوة المكون كانت عندهم مجموعة من الشروط على السيدة العبادي من شكل الحكومة شقد تنفذ منها ما 5% و10% متنفذ 9% متنفذ صارت عليها متابعة صارت رقابة صارت محاسبة ما موجودة فباقي القوة السياسية نعم سقف مطالف عالي حتى الكورت من يأتيون سقف مطالف عالي بس من يدخلون بالحكومة ها كل هالذوب وين الذوب ذوب بموضى المصلحة الخاصة الشخصية ها هي المشكلة عند القوة السياسية يعني من يزعل أن تترضي بموقع مثلا موقع سيناء وصاد وبالتالي القضايا الستراتيجية يعني الحديث عنها يكون ثانوي تنحكس الصورة بعد تشكيل الحكومة لذلك نقول خلي نتفق على البرنامج الآن كلما إحنا قاعد نتحدث عن أسماء بس ما تتحدثنا عن برامج مطلقا هسا قوة سؤالي الدكتور هذا سؤالي الحديث الآن في الأروقة عن برامج وعن أسماء ماكو برامج هاي مشكلتنا ماكو برامج قد شاتي مجروحة بسمات السيد بس نتناسة ما حسد قاعد يطرح مشاريع أكثر من مرة يعني القوة السياسية قد يكمل عددي هو هذا اللي تفضلت بي هو هذا أنت صادق بي قد عندنا مقاعد شعيدكم شتنطونا شنطيكم يعني البرامج الآن ما قاعد نتحدث عن البرامج بستثناء ورقة احنا عديناها مع الأربع جهات وعدت وصربت لوسائل الإعلام عياد علاوي سائرون والحكمة فوزعت خوبا ما مخفية خلينا بعض الضوابط والمعايير كان بخدمة اقتصادية الآن احنا عدينا برامج كلفنا اقتصاديين وغيرها عدينا برامج لإصلاح الدولة منظومة الدولة سلطة تشريعية تنفيذية الخدمات سرنامج متكامل جائز بس حكومة القادمة هل راح تلتزم به منها المشكلة هل حتشينها بتوقيتات الحكومة طور رحمد شو كتتتوقع بعيدا عن رغبتك بأن نروح على حكومة القاد لا إذا مشت الأمور طبيعية وصادقة المحكمة ومشين على جلسة مجلس نواب شو كتتتوقع تكون عندنا حكومة مجلس النواب القادم متى سيمنح الثقر للحكومة أنا أعتقد راح تتأخر هذا الأمور تتأخر شكت والله ما أقدر أجزم الفترة لكن يعني مو أقل من 4-5 تشفر بعد راح نتجاوز توقيتها الدستورية هنا حسبها هسن عندك أنت هسه منها شهر يجوز يا الله إن عقد البرلمان مصحح عندك 15 يوم بعد عندك الطعون هسه شو وقت تصادق المحكمة هسه أخذك شهر إن عقد مجلس النواب و15 تسعى أقل الشهر عندك شهر رئاسة الجمهورية 30 يوم هسه القانون اللي 30 يام وإلى 30 يوم وخط شهر هسه قد شهرين وليش أنا أخذ رئيس الجمهورية إلا باليوم الثلاثين ما راح احتمال ستصر عليه توافق يجوز باليوم الأول باليوم الرابع باليوم الرابع بعد تقديم الأسماء سوف يصبح تصويت زين وتوافقات الكتل على رئاسة الوزراء مو قلنا يعني أذكرك أذكرك بالي صار بال2014 يعني هل يعقل يعني أنا أعتقد من الصعوبة أنه راح يصير اتفاق على رئاسة الوزراء ما راح يصير بسهولة وذلك سنحتاج إلى وقت طويد سيد أمير إذا صادقة المحكمة الاتحادية بعد العيد يعني تكون القوة ملزمة أنه لازم هذه الصفقة كلها تخلصها قبل 15-9 طبعا رئيس الجمهورية راح يدعو المجلس للتيام واشرة بعد يعني ما يتعطي يعني طيهم سبعة يام كل إش كافي قد ما يلتزم بال15 يوم أجوز ما يلتزم بال15 يوم جزء ثلاثة يام حسنا متعودين من كل خليقوا المنتصف المدة لا نهاية المدة متعودين على نهاية المدة ما يكون مشكلة مستعاش يوم بعد المصدر الجلسة الأولى ضرورة أن تكون تفاهمك لكن هناك سيناريون تأخير والله حتى نوضح إذا كان مرشح رئيس الوزراء من الدعوة فما راح يصير تأخير إذا؟ من الدعوة إذا رئيس الوزراء من الدعوة ما راح يصير تأخير إذا ما من الدعوة قد هاي المدل يتحدث عنها راح يكون هناك تأخير ليش؟ لأن صعوبة الاختيار لا مصعوبة الاختيار لا راح تجد أمامك عراقيل كثيرة زين دعوة دعوة سابق يعني دعوة أصيل دعوة أصيل بس هو يسمه بالتنظيم يمشي؟ المهم إذا من جسد الدعوة راح يحجلونه بتشكيل الحق إذا مو من الجسد لا راح يخلونك وابح وعراقيل ما بتشكيل الحق بعدكم دجو رسال غزالة سيد العبادي لا سيد العبادي مرشح من بين المرشحين ما كو فيتو على سيد العبادي بترشيحها ولا دعم لا ما دعمي لكن يكون من بين المرشحين لا ضيق زين ما كو مانا عدنا في أسبوك مو شباب رعد حمدوش الغزالي السلام عليكم كتلة النصر في طريقها إلى الانشقاق وسيحرى ما يلتحك بالفتح أو شائرون أو كليهما بمنصب رئاسة البرلمان بعد إبعاد العبادي عن الولاية الثانية ويطمح إلى البرلمان أكثر من الشخ اسمه ابناء الطائفة الكريمة لكن العبيدي أقرب حظا فيه مع إمكانية غيره وهذا يعتمد على طبيعة التحالفات التي ما زالت غامضة ومرتبطة لأشياء أخرى الوزراء يقصد لا من البرلمان العبيدي لا دي تكلم عن سيد خالد العبيدي هيا فرصة أسألك وسوال بقلبي من الزمن أو أسألك صدقته إيش تبعدته من الأسمار إيش تبعدته مو إحنا مستبعدين ما عرف مو إحنا مستبعدين ممكن أنتوا كموا مستبعدين تأكيد على أنه هو جزء من النصر الحد اليوم هو عنده تأكيد أنه جزء من النصر ودعم لسيد العبادي يميل إلى هاي الكتلة العابرة للطائفية جزء من الباب أنه إذا صار سيد العبادي ما ممكن يصير هو ما يصير الرئاسة الوزراء والبرلمان للنصر الاثنيناتهم دكتور أحمد المساري عبد المجلس النواب السابق شكرا جزيلا لك سيد أمير الكناني عبد الهيئة السياسية التعالصر شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لكم وشوفكم باشر إن شاء الله